أما جامعة الدول العربية أعلان تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحة في المجزرة التي ارتكبها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة الليلة وطالب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادا لمدة ثلاثة أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدا اشتركوا في القناة